للاسبوع الخامس والأربعين للحرب الدامية على غزة خرج الألاف من عموم المقاطعات الألمانية في مظاهرات ووقفات منددة بحرب الإبادة الجماعية سيما من العاصمة الألمانية برلين التي شهدت مظاهرة تنجابة أرجاء المدينة تخجل الحكومات الأوروبية ألم تخجل أن تقول كلمتها ألم يخجل شولز والحكومة الألمانية لترفع صوتها وتحترم قرارات المحكمة الدولية نقول لكم لن نركع إلا لله سنبقى واقفين على أرجلنا وسنناضل من أجل حقنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ومنظمة التحرير ستبقى هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وسنوحد صفوفنا وذن نترك أثرا لهذا الكيان الصهيوني على أرضنا الفلسطينية وسيرفع العلم فوق مسايد وكنائس القسط طفلا أو زهرة من زهراتنا المظاهرة التي دعت إليها اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة حضرها الألاف من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية ومتضامنون مع قضيتنا وطالبين بوقف الحرب بشكل فوري وإدخال المساعدات الإغاثية لأبناء شعبنا في القطاع أنا هنا تضامنا مع الفلسطينيين والألمان الذين يناضلون من أجل العدالة ومن أجل وقف فوريا لإطلاق النار في غزة وضد تسليم الأسلحة وضد حكومتنا التي لا تزال تمثل الحكومة الإسرائيلية إنه أمر مبكي أنا غاضبة قلقة وقبل كل شيء أنا حزينة لأن الحكومة الألمانية لا تسمح حتى للأطفال المصابين بالدخول إلى بلدنا لطلق العلاج هذا وتشهد مدن ألمانيا عدة مظاهرة أسبوعية حاشدة أبرزها من دوزلدورف وبون وكولونيا غرب ألمانيا إلى جانب الوقفات التي تنظم على مدار الأسبوع في العاصمة الألمانية برلين استنكار عام أبداه المتظاهرون في عموم المقاطعة الألمانية من دعم الحكومة الألمانية لإسرائيل بالأسلحة والمعدات العسكرية بالرغم من المجازل المرتكبة والإبادة الجماعية الواقعة ليعبر الشارع الألماني عن انفصاله عن حكومته التي اعتبرها المتظاهرون أنها تكيل بميكيالين ولا تمثلهم في انحيازها لإسرائيل خلال الحرب الجارية نالعاصمة الألمانية برلين ساندرا المصري تلفزيون فلسطين